لمبرر لدولة مثل ليبيا صاحبة ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم أن تعاني من أزمة الكهرباء بسبب نقص الوقود هذا ما صرح به رئيس الحكومة عبدالله الثني خلال اجتماع موسع عقده مع مسؤولي قطاعي النفط والكهرباء لبحث تداعيات الأزمة وأسبابها ووضع حلول جذرية لها الثني أكد أن الحكومة لا بد أن تكون في مستوى المسؤولية والشفافية مع المواطن وأن تضع الصورة الحقيقية للوضع الحالي أمام الإمكانية الموجودة ولا تمارس معه المسكنات مشيرا إلى أنه طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك أزمة في الكهرباء والأزمة الحاصلة خلال الشهر الماضي هي أزمة غير مسبوقة رئيس الحكومة كشف عن اجتماع عقد مؤخرا برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور رؤساء الجان في المجلس ومحافظ مصرف ليبيا المركزي إضافة إلى أعضاء الحكومة معتبرا أن مجلس النواب لم يتخذ الخطوات العملية التي تضع الأمور في نصابها حتى الآن حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على استجلاب أربع بواخر نفط من الخارج بشكل عاجل وتخصيص القيمة المالية المطلوبة لذلك فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة الحالة ودراستها مؤكدا أن تلك الاتفاقيات لم ينفذ منها شيء حتى الآن على أرض الواقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري اعتبر خلال اجتماع رئيس الحكومة أن مشكلة الكهرباء تكمن في توفر الوقود من عدمه موضحا أن مشكلة نقص وقود الديزل لا تؤثر فقط في الكهرباء وإنما في جميع مناح الحياة من جهته قال مسؤول التوريدات بشركة البريغا أن تنقيس الكمية المخصصة لمناطق شرق ليبيا من الوقود الخفيف يعود إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي الموازي موضحا أن خمسة شحنات من أصل 22 شحنة هي التي وافقوا على توريدها على مستوى ليبيا وأن شحنتين فقط للمنطقة الشرقية وشحنتين لطرابلس والزاوية وشحنة واحدة لمسراطة لافتا إلى أن المشكلة مستمرة حتى في شهر أكتوبر القادم بسبب خفض الشحنات وتوقف المصافي حيث أن المنطقة الجنوبية حرمت من حصتها وباتت تتحمل أعباءها المنطقة الشرقية دون إضافة هذه الكميات لها أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فقال إن الكميات التي تحيلها شركات المؤسسة هي ذاتها التي كانت تحيلها في الأعوام الماضية وهذا يبين أن هناك خللا فنيا آخر في قطاع الكهرباء متعلقا بعدم إجراء العمرات لمحطات التوليد إلا أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أكد أن 600 ميجاوات إضافية دخلت على الشبكة ما يعني زيادة الاحتياج لوقود إضافي هي جهود تبذلها الحكومة الليبية في محاولة لإيجاد حل جدري لأزمة الكهرباء التي تعاني منها ليبيا خاصة بعد الرجوع إلى المربع الأول ذاته ووصول عدد ساعة طرح الأحمال إلى 15 ساعة حسب تصريح رئيس الحكومة عبدالله الثني الذي أكد أن الكهرباء هي الحياة الآن فهل سنرى حلولا مطبقة على أرض الواقع توقف معاناة المواطن الذي بات ضحية في وطنه؟ توقف معاناة المواطن الذي بات ضحية في وطنه؟